يا أهلاً بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة منذ لحظات انتهت مباراة نهاء دوري أبطال أوروبا وريال مدريد كالعادة بطلاً لهذه المسابقة يفوز على بروسيا دورتموند بهدفين دون رد ربع ساعة أخيرة في المباراة بتاعة ريال مدريد ربع ساعة نارية كربخال اللي بيشارك للنهاء السادس على التوالي مع ريال مدريد بشكل أساسي بيسجل هدف الأول في الديئة 74 وبعدك يا ده بنيسيوس جونيور بيسجل الهدف الثاني في الديئة 83 حكاية الريال والله زي ما قلت كده في المقدمة من شوية حظه وحش اللي ما بيشجعش ريال مدريد الحمد لله أنا من اللي حظهم حلو ليه اللي حظه حلو زي حالتي كده وبيشجع ريال مدريد شايف ريال مدريد شكل وحش قوي الشوت الأول شكل وحش قوي نص الأول من الشوت التاني والموضوع الطبيعي إن الناس كلها قاعدة على أمل مهار ريال هيخسر ده دورت منتجامد جدا وانا حاطت رجل على رجل وبقول كده كده الريال هيخطف دلوقتي وقد كان متعودينا أصلحنا اللي بيشجعوا الريال متعود على كده هلعب كويس هكسب هلعب وحش هعرف هكسب حكاية ريال مدريد في التاريخ حكاية عظيمة جدا حكاية عبقرية جدا نهاردة وانا بفرج على المباراة قاعد معايا بعض الأصدقاء بقولهم النادي الأهلي هو هو الأهلي بالزبط هو الأهلي الأهلي بتعدي عليه كده بعض الأيام ما بيقديش أحسن حاجة ما بديش أحسن كورة ما بيقديش يعني ما بلعبش وماتش عظيم بس بيعرف يكسب أنا بتاع البطولة عرفت يقولك إيه أصل ده مش عارف بتاع سندوق أنا بتاع البطولات هو ريال مدريد كده بالزبط نسخة تبكي الأصل الأهلي الأهلي النسخة تبكي الأصل من ريال مدريد اللي اتنين شبه بعض جدا بالزبط ده واحد من سيطر على أوروبا طولا وعرضا وده واحد من سيطر على الكارة الأفريقية طولا وعرضا ألعب حلو بقى أبو حشمت يعني بص طعش تكلمني على الأداء تكلمني على البطولات أنا بتاع البطولات أنا أنزل أكسب الاستثناء إنه نخسر مش القاعدة القاعدة إنه نكسب طيال النهاردة دورتومون ده عمل بصراحة مباراة هايلة الشوت الأول تحديدا هايلة هايلة وكرتوة شال وقربخال شال وكل اللي عيبة النهاردة الشوت الأول ما كانتش في أحسن أحوالها بما فيهم بلينجهام وفينيسيوس ورودريجو وفالفيردي كل اللي عيبة النهاردة تقريبا في الشوت الأول معظمهم ما كانوش في أفضل الأحوال الشوت التاني النص التاني من الشوت التاني من بعد الهدف بصراحة اللي سجله كربخال بضربة رأسية ندرة من كربخال ريال مدريد توحش كالعادة توحش ربع ساعة يعني فيها افترة على دورتوموند بصراحة قدر بعد كده منيسيوس بخطأ سازج من مدافع دورتوموند إنه يسجل الهدف التاني ويحسم الأمور تماما لريال مدريد ويا بخت أنا بعض أفكر هؤلاء ناس زي ما كنتش بحب أنشروتتي أنا من الناس اللي ما كنتش بتحب أنشروتتي زمان مش من الناس يعني اللي هي ايه بشوفهم من أعظم المدربين في العالم أشوف مثلا مورينيو أشوف جورديولا أشوف خلوب أشوف كابيليو فابيو كابيليو أشوف طبعا استير أليكس فيريكسون بس أنشروتتي طول الوقت كده مش ايه فيه بحس إنه عنده حط نقصة لأ أنشروتتي ده حكاية أنا غلطان طبعا طبعا ده من أعظم اللي لم يكن أعظم المدربين في التاريخ ده عمل كل حاجة ويا أخي بص تحس إنه إيه اللي بانا دي شغالة اللي بانا دي اللي بتجيب له الأفكار طول ما هو بينضغ اللي بينضغها طول الوقت دي تحس إنه الشوت لو لوحش الشوت التاني الريال هيبقى جامد أنشروتتي هيتدخل فيه حركة في تركاية هتتعامل في المرعب واتخلص المباراة